طبعا على مدار الأيام اللي فاتت ناس كتير ابتدت تسأل عن طبيعة وخطورة حرب المدن خصوصا بعد فشل قوات الاحتلال لغاية دلوقتي في الاجتياح البري لقطاع غزة أكيد كلنا تابعنا الأخبار الخاصة باستعانة الاحتلال بمستشارين عسكريين أمريكان متخصصين في حروب المدن وليهم خبرات قبل كده زي ما تابعنا على مدار سنين في العراق وفي أفغانستان خلينا نتكلم عن خطورة حرب المدن إيه هي حرب المدن هل فعلا عدم قدرة قوات الاحتلال على التعامل معها حيعزز من صمود أهلينا في غزة ده اللي هنعرفه من سيادة الواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بنسعد وبنشوف بوجود حضرتك أهلا وسهلا أهلا بيك صباح الخير أهلا كفا صباح الخير أهلا سهلا سيادة الواء خلينا نبتدي كده في البداية بس نعرف شوية مصطلحات عشان نبقى قادرين نتابع إيه اللي بيحصل حرب المدن دي جملة بنسمحها كتير قوي في الأخبار مؤخرا يعني إيه حرب المدن القتال في المدن ده عبارة عن نقول عملية معقدة لأكتر من سبب طبعا المدافق هو اللي بيبقى سيد الموقف فيها لأنه بيدافق من مكان سابت محمي في تحصنات في دفاعات في متاريس معمولة هو اللي كاشف مادن الرؤية قدامه بيتحكم في قطاعات النيران يعني هو السيد في كل الأحوال ده بالنسبة لو قتال مدن عادي إنما المراضي اللي في غزة ده مش مدن عادي ده فيه أنفاء ما هو أخطر ما هو فوق المدن يعني إيه فالمسألة بالنسبة للمهاجم معقدة أكتر والمعقد أكتر وأكتر أن الجيش الإسرائيلي جيش غير الجيش اللي خلقه ربنا كله بيحرص على سلام أفراده أكتر ما بيحرص عليها حاجة تانية يعني بمعنى أنه هو يتعامل بالنيران مع الأهداف اللي قدامه يعني أنا بيقول تعبير دايما كده ناس يقول لهم تب يفرشوا للسجادة الحاملة عشان أجع عليه ما عندوش جرأة ولا الشجاعة أنه يقتحم بالنيران أي موقع يعني يقعد يضرب بالنيران عن بعد لحد ما يعمل أكبر نسبة خسايا لكن ما عندوش قدرة على الالتحام البشري لا 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 ما عندوش وقتال المدن كله التحام بشري يعني كله عشان ايه من بي عشان اقتحم من فوق مبنى باقتحمه من أعلى لأسفل من قوضة لقوضة من دور لدور يعني كل الحاجات دي بعملها حتى تجدي في إسرائيل نفسها سبحان الله في المستعمرات بيبقوا عاملين البيوت في المستعمرة بحيث أنه يقدر لو تهاجم هو ليقاتل من دور لدور ومن قوضة لقوضة يعني مجهزينها إنما لو جتل الحقيقة ما بيقدرواش يعملوا كده دايما هم يعتمدوا على قدرة النيران في التدمير والنسف يعني شايفين شوف بقالهم داخل كامل النهاردة اليوم الثلاثة وعشرين كمية النيران اللي ضربوها أكتر من الكمبيلتين اللي ضربوا الزريتين في هرشيمة ونجا زاك كميات مهولة أطنان من المتفجرات وده كله عشان بيدمر المدن عشان ما يدخلش يلاقي في المتاريس أو يلاقي الدفاعات أو القوات أو المدفعين بيتترسوا ويحتموا فيها ويوجهوا بالنيران المشكلة الأعقد هنا إن القوات اللي في الأنفاء هو لا يعلم شيء عن الأنفاء لحد دلوقتي مش قادر يوصل لها ولذلك عمالة أمريكا بتمدوا بأنواع من القنابل اللي بيسموها أم القنابل اللي هي جي بيو تلاتة واربين دي كمبيلة دي الأم القنابل دي أكبر قوة تدميرية في الأسلحة اللي هي التقليدية اللي ما هيش نووية بقى يعني عايز بقى أكبر من كده أضرب نون يعني كمبيلة دي بيشيلها الطيارة بيشيل كمبيلة واحدة ده في النقل بس رغم النقل وعزناها عشرة طن تمام عشرة طن متفجرات لكن ممكن تهد منزل مثلا تنزل تحت الأرض تلاتين متر وبعدين تنفجر فتعمل موجات ارتجاجية رهيبة تمام فدي بتاع الأنفاء اللي كان بتستخدمها أمريكا في أفغانستان في نوع من القنابل فيه بتتضرب في المدن اسمها القنابل الغازية إزاي القنابلة الغازية دي تيجي طيارة بتنزل بخار معين من مادة مشتعلة أو مادة متفجرة غازية بتنزل بحجم معين في وسط مدينة وبعدين يروح رامي فيها مشعل دي لما تشعب بتنفجر بقى تعمل تخيالي بقى كل ده الهوى كل ده بتحول لصفر في لحظة فيعمل حالة من التضاغط في البتاع دي في المدن يوقع لازم يوقع العمارات ده بالنسبة للعمارات وللأنفاء اللي هي الخنابل المضادة للأنفاء دي إسرائيل يعني مجهزة نفسها يعني بكل أسلحتها يعني بتستخدم كل ما هو محرم دولية منها الفوسفور لا بيض منها الأخطر اللي هي يعني كل اللي بتعمله دلوقتي بقى لها من يوم الجمعة بتحاول تعمل اللي بنسميه استطلاع بقوة إنه هو يدخل بقوة معينة يقاتل كما لو كان بيقاتل طبيعي بس من بعد فبيكتشف خطط النيران لقدامه الدفاعات حجم القوات لقدامه تمام؟ هنا بقى لو نجح بيكمل في الاستطلاع بقوة لو نجح بيبقى قوة محدودة فهو من يوم الجمعة مش قادر ماكملش هو وانسي لو اكتشف فتحة نفأ هيحدد هفورا وده الكلام ما اعلنوه هيدرب فيه غاز أعصابه ده غاز قاتل سرعي المفعول ومحرم دوليا عشان يموت الناس اللي جوا ده فيه عنده كمان قنابل سفنجية جايبها أمريكا من ديال موضوع الشيطان بيدي حاجات رهيبة قبل التي تتضرب في النفأ بتعمل انت عارف الفم الفم بيروح نافش مرة واحدة يقفل الأنفاق يكتم الأكسوجين فيها فيمنع الأكسوجين فاللي فيها يموتوا يعني شوف تفنن ازاي يقاتلوا ورغم هذا مش قادرين يوصلوا للأنفاق لأن الكلام اللي بتقالي على الأنفاق مدن تحت الأرض وأدوار يعني قالوا حد سبعين متر تحت الأرض في أنفاق وأكتر من دوره وخرائط مش معلومة فده دليل على الفشل الإسرائيلي لحد دلوقتي بكمية النيران اللي بيضربها ولأنه مش قادر يأمل نسبة الخسائر اللي ايه اللي تمهد له لاقتحام بدون خسائر تمام هذه المشاكل يعني هذه المشاكل مش حرب ومدن فقط ولكن حرب ومدن وحرب أنفاء فما عندوش معلومات فكل اللي بيعملوا نعمال بيضرب بيعمل الآلة اللي هي القنابل الشديدة الانفجار في كل مكان يمكن اللي المتابع يشوفها قنابل رهيبة زلزلية دي وبتضرب باستمرار عشان يحقق نسبة الخسائر أنا بقول مش ده أتليست كده مش حارب ولن يجرؤ على الهجوم قبل ما يطمئنه أن ننزل خسائر لا تقل عن 90% ورغم هذا لن يقتحم يعني هيدخل ويدرب برضو بالإيه بالمؤدات وبالأسلحة البعيدة بعيدة المدى ولا يواجه رجل ورجل على الإطلاق دي عقيدة لا يتخلى عنها نعم طيب السيادة اللي هو حدك شايف أنه فيه تطور نوعي في أداء المقاومة يعني احنا شفنا إمبارح تسلل خلف خطوط قوات الاحتلال عند معبر إيرز واشتباكات عنيفة بين الجانبين ده ده ممكن يؤشر لإيه شوف في مبدأ مبادئ الحرب اسمه المبادئة يعني إيه مبادئة بدل ما العدو يمشيني على هواه أنا اللي أفرض عليه رد الفعل يعني أخلي تصرفه دايما رد فعل إلي لا يبتدي هو عمل وأنا أشتغل رد الفعل فأنا المدافع المفروض المهاجم بيهاجم وأنا عمل إيه أنا اللي بصد زي الجون كده الجون كيبر اللي وقف في المرمى إنما الخروج بقى هنا بتاع الفلسطينيين إنه بيهاجم القوات المهاجمة دي ويلتف لها من خلفها ويعمل إبرار بحري خلف هذه القوات وتسلل الفدائيين بتوعه ويهاجم القوات اللي بتهاجموا دي من الخلف فده هم هعيز أقول حاجة كمان أكتر جيش في العالم بيدمر نفسه بأسلحة صديقة هو القوات الإسرائيلية ليه؟ يعني مجا بس لأ فيه ضرب نار هنا دول يعني جنبه قوات تانية هو بيدرب في كل اتجاهات فيضربوا بعض يعني طيارة بتاعته ممكن معادية الطيارة بتاعنا ضربوا مبارح وفي طيارة بتاعته جات من الناس في اتجاه تاني يوم يروح تضرب عليه ويتخلنا طيارة مصري ده كان بيحصل كده يعمل حرب التوبر ها ودلوقتي الحد دلوقتي يعني المفارز مفرزة يعني إيه يعني جزء قوة متقدمة من القوى الرئيسية فده اللي هي بتطلع تهاجموا ترجع كل ما تطلع مفرزة القوى الرئيسية تضربها وهم يضربوا يعني دي مشكلتهم رغم من نوع دي حالة نفسية هم آه بيتضربوا كويس بيعملوا كل حاجة بيعملوها إلا إن العقيدة والجرأة والسبات ده بيجي من عند ربنا بقى الشجاعة ومن كنت تبقى صاحب حق وصاحب مبدأ ده ما فيش كلام ده كل اللي في ايده كمية نيران بيتخلص منها بأي شكل واللي بيطلبه بيجوله نيران فهو كل يعني لو ماشي يعني أنا كرجل بتاع استطلاع ما يكون ماشي فوق الدم مني هيئة تبة يعني أو جبل أو حاجة فبطلع عشان استطلعها في صمت وفي ثبات من غير محد يحس بيه أطلعها أكتشفها أنا أفتشها تمام هو يفتش بالنيران لا يجرؤ أنه يطلع لا بالنيران كده يغسل الهيئة دي قدامه بكمية نيران بيحس أنه لو فيه عدو قدامه يرد عليه يوم يكتشفه هدي مبدأه فبنقول إيه هو دلوقت حرب مدن مش بتاعته هو كل ما يستطيعه قال التدمير بقدرات تدميرية عالية جدا عمال يهدم في البيوت على اللي فيها ما فيش بقى يعني شوف أنت ده موت لحد دلوقتي 8000 شهيد نصهم أطفال أطفال سواء يرى والباقي نساء ومسنين طب فين الشجاعة فين العقيدة القتالية انت بتضرب مين بتضرب هما ده هو قتال المدن المفروض أن انت بقى في عمليات نوعية زي ما بنقول زي العملات الجراحية أخش أقتحم أجيب اللي أنا عايزه زي ما كنا بنعمل في مكافحة الإرهاب كده وانا كان عندي الإرهاب في مدن الإرهاب بعمال نازل فيها ضرب وانا مش قادر أخش البيت ده لأن فيها أبرياء ودول أنا اللي مسؤول عنهم فتلاجد القوات بتاعتنا كانت بتعمل عمليات نوعية نظيفة جدا عمليات جراحية تدخل تجيب الإرهاب وهو بيدرب نار دون أن تفقد طفل أو امرأة أو رجل مش من الإرهاب هي ده ده دل عن تدريب الصح ومستوى التدريب الجيد إن أنا أقدر أعمل ده الأعلى حاجة بقى أعمل عملية نوعية عملية جراحية أخش أقتحم أجيب الهدف اللي أنا عايزه وأرجع تاني دون تدمير ده لا بياخد العاطل في الباطل كله ويقول لك أهو بمضمن اللي النهاردة عدت تلاتين ألف جريح كل دول عمال وتحت الأنقاض يمكن نصهم كمان محدش عارف قد إيه هي دي الحرب كل ما تقوم بإسرائيل هو محرم دوليا والمصيبة أن هناك غطاء سياسي من الولايات المتحدة ومن إنجلترا ومن دول أوروبية يقول لك من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد مين حتدافع ضد مين ما تدفع ضد اللي بيطلق عليك النيران إنما الطفل اللي لسه الرضيع اللي مولود ده ولا الأم ولا الرجل المسن ناس المقعدة اللي قاعدة في البيوت دي هم دول اللي انت بتطلق عليهم النيران وأشد أنواع القنابل تدميرا قادي الشجاعة الإسرائيلية وقادي التصرف بتاعه ولذلك حتى لو طالت العملية هيستمر لن يجر شوفي لو قاعد الشهر هيستمر في إيه بقى سيدة اللوة في عملية التدمير دي في التدمير وليس في الاجتياح لأن العقيدة يعني إحنا الغاية دلوقتي شايفين أن قوات الإسرائيلية على مدار الوقت كله فشلت في أي اجتياح بري هي حاولت تعمله هل بقى هم بيحاولوا في هذه الفترة ده علشان الغضب في الداخل الموجود بسبب أهلي المحتجزين ولا بسبب تبرير هذا الكم الكبير من المساعدات الغربية اللي بتوصل لهم هم عارفين أنهم لا يستطيعوا الأجتياح البري وبالرغم من ذلك بيهددوا وابتدوا يستطلعوا هل يقدروا ولا لا ليه بيعملوا إيه بقى دلوقتي هذا قطاع غزة 360 كيلو هم تمام يروح جايب في الحتة الفاضية وهو هدم البيوت كده وبجرفات ودبابات وعمل قطاع نيران حميها إنه محدش يقرب منه وروح داخل ده فتح طريق بالجرفات ومن الجنوب لحد الشمال لحد البحر مثلا بييد عن تأثير النيران وإسمه دخل مثلا كتيب الدبابات دخل في الاتجاه ده دخل في الاتجاه ده يعني فيه اتجاهات فاضية فراغات ما فيهاش قوات ما فيهاش دفاعات إنما أول ما بيلمس مع المقاومة على طول بتدمره فبيرجع يعني ده اللي إحنا إيه إنما إزاي بنقول إنه هو يعني إيه يعني حفاظا على ماء وجهه إنه بيأمل الاختراقات دي واختراقات فيه أماكن ما فيهاش دفاعات أنا عندي ده دفاع ده دفاع ده دفاع ييجي في النص وحب شاي طريقه جره فت يجي ده أنت عملت مسحتها بالنيران طب أين المستشارين العسكرين الأمريكيين هم فيه من ده؟ سلم لي عليهم هم فيه؟ ما لعب من ستة لسيد لو كان فلح كان فلح ما هو في أفغانستان ولا في اللي قابليه في الفلوجة وفي الموصل أنا هتدي لك بس عشان إيه؟ إن العالم تفهم لما جمي حربه في حرب تحرير كويت ده ده كان تحاله في ممكن أكتر من ستين دولة بتخده أمريكي وجيش القراء على قد حاله يعني مش الجيش اللي هو قعدوا عملية جوية فوق الجيش القرائي تلاتة واثنين واربعين يوم عملوا فيهم مية وعشرة ألف طلعة شوف بيضربوا ولأ وجي في الآخر بعد ما خلص خالص راح طلق القوات البرية في تلات أيام طب ما فيش أي حد قدامه فعاقدته يخلصها بنيران عن بعد ويجاء ويحرك القوات دي إنما هتلي مانرة قوات اقتعمت واشتبكت ما حصلش أول ما بيلاقي اشتباك بيهرب ده الاختلاف بين صاحب بيقاتل عن حقه وعن أرضه وحريص على الشهادة وبين واحد مأجور أو واحد جاي لقى نفسه مضطر لهذا زي الناس اللي عملا صاحب قضية ما لقى إسرائيل تستدعيه من 300 ألف دول اللي جايبان من برة وتعالوا جايين بمنظرهم حتى مش عايزين يغيروا اللبس اللي جايبينه فإذن الوضع هنا فرق الروح القتالية العقيدة القتالية هي اللي بتحكم هذا القتال أشدهم المدن وأخطرهم على الإطلاق هي الأنفاء اللي بالشكل ده إسرائيل كل ما تستطيع أن تستخدم كل ما هو محرم دوليا لكي تحقق أي ناصر مهما كان رخيص أكيد كل شكرا لك اللي هو ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق شكرا لمعلومات حضرتك وشكرا لنتريد السرد لساعدتنا أن نفهم الوضع أكثر شكرا للمشاهدة